السلام عليكم البنات كديرين كدير الحوال ديالكم كانت تمنى تكونوا بخير وعلى خير انتم ما كتشوفوا هاد الفيديو هادا اليوم كيفما شفتو المرة أخرى اجبت لكم واحد الفكرة بواحد المصروع اللي شفتوه معايا في الفيديو الاخر وشفت بعض التعاليق تيقولوا حتى انا بغيت ندير شي حاجة ولكن للأسف ما كان عارف ندير والوع كان عقز المشكل هو ان الانسان ما كيقلبش وما كيشوفش وما كيبحتش تبقى غارس في الدار وما يشوفش نكين في السوق كيفما كان عارفو الناس كيقلبوا دباع للدكورات ويزوقوا بيت ديالهم انا شتب الزف ديال الناس كيشولوا على بحال هاد الشموع كيشريوها بثمن باهد 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 من الأسواق ايدان اختي تقدري تديري بحال هاد الشموع هاد تقدميها للبيع تديري عندك تكون عندك صفحة فيسبوك او الانستاغرام هاد الشي هو اللي غادي يخدم مواقع التواصل الاجتماعي هي اللي كنتمشة دابا كيفما كان عارفو دابا اولاد اليوم هاد الشي اللي غادي يقولي يعني هاد الشي اللي غادي يقولي البيع في الانترنت غادي تقولي تديري حانوت ديالك في مواقع التواصل الاجتماعي كيفما كانت لاحظو راكين بساف ديال البنات كيديرو اللايبات في اللي باش فيسبوك و في الانستاغرام يعني احتنتي اختي نوضي تعلمي ونوضي تحركي ونوضي شوفي اش تديري دابا غا نعطيك اليوم فكرة انتع الشموع كتزوقيها وكتعطيها كتر تعطيها البيع كيفما كتشوفي في الصورة هادي واحد صادقة ديالي سكنا في تولوز كتدير هاد الشي هادا هي كديرو لان كتحماقة على هاد الشغل هادا كتبغي يعزيز عليها وديرو ها تلبيت ديالها ولا العائلة ديالها وفنفس الوقت كتستاغل وكتتخدم للناس اللي كيشوفوا العمل ديالها وكيطلبوا لها يعني دير ليهم بشي مناسبة سواء زواج او عقيقة او حفل عيد ميلاد او حفل الاخر يعني رأسانا يجب أن يكون هناك مناسبة كثير من المناسبة يجب أن تنضيح و تنضيح و تنضيح و لا تكلف به ثمن باهد و ثمن قليل و بسيط و تجد محتي مع الحوانات التي يبيعون مثلا الدكورات تتعطيهم المنتوج ديالك لعبيه على المنظر لعبيه على الدكورات تتعطي العين نحن يرى أرتي كنبغي و الحاجة نشوفوها تكون زوينة يعني كتعجب الأنظار لهذا سيداتي كننصحك أنك ما تقسيش في الدار ما تبقيش غالسة ما كتديري حتى شي حاجة ديري شي حاجة تحركي بها و منها تتخدمي العقل ديالك منها تجيبي واحد المصروف ولو قليل الموهيم ما تبقيش بلاش هاد السيداتي غادي نعطيك هاد الصفحة ديالها تشوفوها تزوروها و عندها حتى قناة فيسبوك كتعلم قناة يوتيوب كتعلم فيها كيفاش تديري الشموع كيفاش تزوقي بها و في صراحة دك شي ساهل 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 نحن يكيبلينا هكاي بأن ذاك شي ما قدوش نديره ولكن كوني متأكدة أنك لشتي الفيديو فهاد المسألة تطلب منك واحد مجهود قليل 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 يعني تديري أولادك المدرسة في الصباح تديري الغضاء وتهداف العشية مكين ما يقدر تهزيه هاد الشموع ديالك وتديري وتصوي بهم وتعرضيهم في مواقع التواصل الاجتماعي وفي مواقع الانستغرام تكوني متأكدة بأنك غادي تبيعي فيهم ما تقنطيش من الأول لأنه ما غاديش يجيك الربح ولكن كوني متأكدة بأنك لا واصلتي وبأنه غادي توصلي لعمل ديالك للناس واحد النهار غادي يجيك كوموند واحد غادي يقولها لأخر واحد غادي يقولها خصوصاً إلي اعتمتي على الجودة وعلى الأتمينة يعني تشوفي ثمن مناسب ليوالم الناس ما تتعطيش وما تديريش واحد ثمن باهد لخلي الناس يهربو ديري شوفيش حال باش تقام عليك المنتوج وشوفيش حال اليد ديالك حتى هي خليها في كل شي وتاخدي واحد النسبة للأرباح في الأول ما تكونش عالية بخليك حتى يعرفوك الناس عاد تبدي تديري ثمن يعني مناسب ما ترفعيش لأنه كينيش وحدين للأسف للأسف كنشوفوهم كيديروا أتمينة باهدة ديري ثمن لي تبيعي بيه وتستفدي وتفدي الناس لي كيعجبهم يديكوري والبيت ديالهم أو اللي عندهم شي مناسبة وبغين يشريو الشموع أولى مثلا المتبيعي مع الحوانت اللي كي بيعوا هات شي هذا راه موجود فين تبيعي وهات شي هذا مطلوب بزاف يعني ما ديش تخسري في حتى شي حاجة شي خصوصا غادي نخلي لكم مر اللباجن تاع هات البنت هات دي سي دا دي و القناة ديالها تزوروها وتشوفو وتعلمو وتاخدو أفكار واليوتيوب دا بارا تبارك الله توري بزاف ديال المسائل هاد فاشفتها ينا وراتني كيفاش كدير يعني صراحة صراحة دك شي حاجبني وساهل في نفس الوقت ماشي ماشي مكيتلبش اليد بزاف وماشي مكيتلبش هادك المواد الأولية يعني غا تخديش مع سامبل يعني ما فيها الزواق لوالو وغا تشري ذاك الزواق وغا تسقي وخسكي غا تعرفي كيفاش وتكوني كتعرفي تنسقي الألوان وحنا تبارك الله المغربيات وقاع العربيات تبارك الله إلينا را ما نخافش عليكم يعني را غا تعرفوا تديروا الديكر وكنتمنى أن هذا الفيديو هذا يدنا الإعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه وتديروا وتاخدوا العبرة إن شاء الله وتوفق للجميع وإلى فيديو آخر وأفكار أخرى إن شاء الله وانتظروا مني الجديد دايما الجديد وباش يوصلكم الجديد يعني كنطلب منكم فضلا وليس أمرا شاركوا في القناة ديالي وباش نتشجع ونجيب لكم كل ما هو جديد إن شاء الله بتشجيعات ديالكم وبدوك التعليقات الزوينة اللي كتعطيوني هي باش كنت تحفز وكن نجيب لكم الجديد وباقي الجديد إن شاء الله وباقي أفكار أخرى معايا تناغي شنو طلبات ديالكم والتعليقات ديالكم هي اللي كتخليني نجيب لكم الجديد وبالتوفيق للجميع وكانت منا ما تعجزوش يعني وبالتوفيق وإلى ملتقى إن شاء الله